موسيقى 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 سنة الخانسة الابتدائي نستأنف مع صفحة رقم 36 في أول صفحة كما نرى عندنا موسيقى موسيقى إذا نتكلم عن متحف محمد السادس للفنون الحادثة والمعاصرة بالريباط موسيقى 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 إذا نتكلم عن أشياء موضوعة في قيمة المقصود أنها تعطاها قيمة Une collection Une collection d'objet d'ar d'osions إذا نتكلم عن مجموعة أشياء d'objet d'ar إذا نتكلم عن مجموعة أشياء فنية d'osions أشياء أيضا علمية إذا نتكلم عن katalog كما نقول من أشياء فنية وعلمية تُعطاها قيمة تعرض وتحفظ في هذا المكان الذي يسمى الميزي إذا نتكلم عن مجموعة أشياء أشياء مجموعة أشياء d'ar d'osions كلمة الميزي كما نرى كلمة مدكرة لنا أنها تنتيبئة زائدة إذا الميزي محمد 6 دع مدعن أي كنتمبورا ما تحف محمد 6 لي الفنون الحاديث تاو المعاصرة بالربات في أول فقرة كما نرى في النص متموقعا في وسط مدينة الربات متموقعا هذا فعل موقع ممعنى موقع يعني أنك تقول أين يقع هنا طبعا نتكلم عن المتحف بأنه متموقع طبعا في أول الجملة كما نرى مذكورة بهذا الشكل متموقعا في وسط الربات ما هو هذا الشكل المتموقع في وسط الربات طبعا نتكلم عن الميزي محمد 6 طبعا نتكلم عن الميزي محمد 6 دع مدعن الحاديثة والمعاصرة أتكري يعني أنه أنشئة طبعا لذعب كريم مقصود بأنشئة أو خلقة ومن مثلا الكرياسيون يعني الخلق أو الإبداع أو الإنشاء إذن أتكري بارني بلزير زي سباس كولتوريل دون لابيليوتيك ناشونال إلو ستور غرون تياتر دوغابة إذن هو أنشئة بارني يعني من بين بارني المقصود بير من بين من بين ماذا بلزير زي سباس كولتوريل يعني أن هذا المتحف أنشئة من بين مجموعة منشاءات أخرى هنا طبعا نتكلم عن لزير زي سباس كولتوريل عدة فضاءات تقافية إذن هو أنشئة طبعا هد المتحف هو مجال تقافي لوميزي هو إسباس كولتوريل إذن فهو فضاء تقافي فهو يهتم بجانب من المعرفة إذن نتكلم هنا عن مجموعة فضاءات من بينها هد الفضاء المعرفي إذن situé dans le centre ville d'Orabat le مجموعة 6 d'art moderne et contemporain a été créé parmi plusieurs espaces culturels dans la bibliothèque nationale et le futur grand théâtre d'Orabat إذن هو انشئ من بين عدة فضاءات تقافية dans la bibliothèque nationale هد يهتم لتن شفونا مكتوب د O T مشي د لتن عرفه يعني تتعني في هذه د تعني كما نقول من بين ها من بين ها إذن كما نقول من بين ها إذن نتكلم هنا عن l'omisie m'hansi sdra modern et contemporain a été créé يعني أن انشئ parmi plusieurs espaces parmi plusieurs espaces يعني أن انشئ من بين عدة فضاءات culturel تقافية يهن la culture المقصود بها التقافة وأيضا تتعني في حد المعنى آخر الزراعة إذن هنا نتكلم عن espaces culturel إذن a et tech parmi plusieurs espaces culturel يعني أن انشئ من بين عدة فضاء التقافية dans la bibliothèque national من بين ها المكتب الوطنية نتكلم عن مجموعة فضاء التقافية انشئ من بين هذا المتحف ثم المكتب الوطنية والمسرح القادم الذي لم ينشئ بعد الكبير للرباط إذن الوثيتيو يعني المقصود بالقادم الذي لم ينشئ بعد grand يعني كبير تياتخ يعني مسرح دغابة للرباط الوثيتيو grand تياتخ دغابة والمسرح الكبير القادم الذي لم ينشئ بعد دغابة للرباط إذن نتكلم عن مجموعة فضاء التقافية من بين هذا المسرح الذي لم ينشئ بعد ثم المكتب الوطنية ثم هذا المتحف إذن نعيد سيتيه دون لسنتر فيل دغابة متنوقعا في وسط مدينة الرباط كما نرى في السورة التالية المسي au كور دو la كبتال إذن نتكلم عن متحفين في قلب العاصمة المسي إذن نتكلم عن متحف qui ستخوف au كور دو la كبتال الذي يتواجد بقلب العاصمة المقصود غابة كبتال إذن نتكلم عن الرباط العاصمة عندما نقول في قلب العاصمة المقصود بمعنى آخر أنه وسط العاصمة إذن كما نرى على الخريطة هذا موقع المتحف 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 المعنى المجد المتحف العاصمة و بجانبه بقيت المنشآت بمدينة الرباط ثم الو باتمان ستؤ البناء يتتواجد تنقول عن الباطمة الو باتمان ستؤ إذن البناء يتتموقع لنته الو غاب ستؤ قبل أن رأينا سيتيوي يعني أنه متموقعا هنا سيتيوي يعني أنه يتموقع البناية تتموقع نتكلم عن بناية متحف محمد السادس البناية تتموقع على شارع محمد الخامس إذن البناية تتموقع على شارع محمد الخامس يعني على جوانب على جوانب ماذا؟ على جوانب البنايات القديمة نفس كلمة التي رأينا قبل قليل كما نقول التي منها مثلا كما نرى هنا عندما نتحدث عن مجموعة عناصر ثم نأخذ منها عنصرا طبعا لنتكلم عنه لندكر اسمه إذن هنا نستعمل هذا الضم إذن كما نرى هنا لباتمان سو سيتي سور لذن محمد 5 إذن البناية تتواجد على شارع محمد الخامس أو كطة دانسيان كونسركشون على جوانب البنايات القديمة لكونسركشون مقصودة ببنايات ومن فعل كونسخوير ومن فعل كونسخوير يعني أنك تبني لغرب كونسخوير في البنا إذن أو كطة دانسيان كونسركشون religious إذن على جوانب البنائة القديمة دان لا موسكي السنة التي منها التي منها jeepي السنة التي منها jeepي السنة cayم檜 بليلوع إذن كما länge نقول هنا قليلا ما تبتعد قليلا ما تبتعد عن المتحف هذا هو المقصود هنا لدينا achi إذن قال لان تبتعد تزيد ابتعادم كما لو نقول إذن كما نقول بالدارجة أنك تزيد بعد وحد شوية أنك تزيد بعد وحد شوية طبعا هذا واللي عدنا في العبارة ولكن يش مال مقصود منه يعني أنك تزيد بعد من المتحف إذن المقصود به أنك تزيد بعد وحد شوية من المتحف إذن يش مغا تلقى أين بيب للوا إذن تبتعد قليلا سيلوباتيما دي بارلما إنها بنايات البرلمان سيلوباتيما دي بارلما إنها بنايات البرلمان إذن كما نتكلم عن الباطيما ديال البرلمان ثم ماذا عندما تبتعد أيضا شيئا ما من هد المتحف ماذا ستجد أيضا لوتال باليما ثم ستجد فندق باليما ثم البنك دي ماروك ثم بنك المغرب الأغراند بوست أغني ديون أنورم أغلاج الأغراند بوست ثم بنايات البريد الكابيرة إذن تتكلم هنا البريد الكابير تنقول هنا البوست الكبيرة إذن الأغراند بوست ثم بنايات البريد الكابيرة أغني طبعا نتكلم عن الغرب أغني يعني أنك تزين وتجمل أغني أمبلير يعني أنك تجمل أمبلير يعني أنك تجمل وتزين عندما نقول عن شيئين مؤنت مثلا بأنه بال بو بابال بأنها جميلة عندما نقول ألبال يعني أنها جميلة إذن نتكلم عن الغرب أمبلير أمبلير إذن عندما نتكلم عن الغرب أمبلير يعني أنك تجمل إذن أغني المقصود بي أمبلير وبين أرشير يعني أنك تغني شيئا إذن كما قلنا ألا غراند بوست وبنايات البريد الكابيرة أغني أغني يعني المزينة دون أنوعم أغلاج دون أنوعم أغلاج المزينة بساعة كبيرة كما نقول ضخمة والمزينة بساعة ضخمة أغني دون أنوعم أغلاج وبناية البريد الكابيرة المزينة بساعة ضخمة إذن كما رأينا بعيدا شيئا عن هذا المتحف توجد هناك بنايات مشهورة ومعروفة المزينة بايدن عنهد المتحف بحقيقة على فى النافى المزينة محمد سيث هتا لفى إن كرياسيو مدارن في الحقيقة كمانا نقول أو فعلان المزينة محمد سيث متحف محمد سادس هتا لفى هو في نفس الوقت هتا لفى هو في نفس الوقت إذن هو في نفس الوقت ننشأ حديثة ثم هو ثم هو تذكير بالفن المعماري نتكلم عن البناء كما نقول تذكير أو داكرة إذن هو تذكير بالفن المعماري للناس في الأول للقرن الأخير المقصود للقرن الماضي نتكلم عن القرن العشرين الناس في الأول للقرن العشرين هو هو من 1901 إلى 1950 عندما نقول 1900 هذا القرن 19 تنعتبره انتهى من اللي تقول 1 إلى 100 هذا القرن 1 من 101 إلى 200 هذا القرن 2 إلى آخره عندما نتكلم عن 1901 إلى 2000 إذن هذا القرن العشرين عندما نقول 2000 هذا القرن العشرين انتهى والآن نحن في القرن الواحد والعشرون نحن كأننا نبني هذا القرن طبعا سنة بعد السنة كأننا نبني هذا القرن إذا المنتصف الأول للقرن العشرين إذا المنتصف الأول للقرن العشرين يبدأ من 1901 إلى 1950 ثم من 1950 إلى 2000 هذا المنتصف الثاني للقرن العشرين إذا المنتصف الأول للقرن العشرين إذا المنتصف الأول للقرن العشرين بالبناء بالفن المعماري المنتصف الأول للقرن العشرين هو تذكير بالفن المعماري للناس في الأول للقرن العشرين تذكرنا بالبناء كيف كان في ذلك الوقيته نظر لولا دي المتحف فهو يذكرنا بهذا الفن المعماري الذي يعود لهذه الفترة إذا كما قلنا أغبال إذا كما نقول بأنه هو دكرة أغبال دو الأرشيتيكتور دو البناء الموتية بسيكل دعني إذا وهو تذكير بالفن المعماري للناس في الأول من القرن الأخر أغبال نتكلم عن الغرب صغبلي يعني أنك تتذكر صغبلي كالك شيء يعني أنك تتذكر شيئا نقول مثلا جمعابال بيان ستفاهم أنا أتذكر جيدا هذه السيدة أغبال بيان ستفاهم أنا أتذكر جيدا هذه المرأة تما عندنا دائموتيف gravير إذا أغبال رتحس لسوارة picturale دو ماروك entre 1914 و2014 بو ركوانستيطيئي سنتان دو أغبال إذا نتكلم عن عن دائموتيف طبعان كما نعرف بأنك المتموتيف تعني سوكي پورت أفر أغبال 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 إذا نتكلم عن دافع الدافع هو الذي يحمل شخصا على فعل شيء ما الذي حملك على فعل هذا الشيء؟ كيفو ذا كورتافيصا؟ ما الذي حملك على فعل هذا؟ سوكي پورت أفر أين شوز يعني الذي يحمل على فعل شيء إذا نتكلم عن دافع ما هو الدافع الذي دفع هذا الشخص ليفعل مفاعل؟ إذا نتكلم عن موتيف طبعا نتكلم أيضا عن غازون إذا كمان نتكلم أيضا عن تفسير لحادث أو عن دافع لحادث تقريبا نفس المعنى طبعا تعني أيضا فخاز ميزيكال كي صعب خدوي دانزا موسو إذا كلمة موتيف تعني أيضا فخاز ميزيكال إذا نتكلم عن جملة موسيقية كي صعب خدوي التي تتكرر كي صعب خدوي التي تتكرر دانزا موسو التي تتكرر في قطعة عندما نسمع القطعة موسيقية هناك بعض الجمال التي تتردد إذا هذا الجمال المترددة تسمى ديموتيف لكن المعنى الذي عندنا في الناس كلمة موسو efter تعني فيكير أورلامان طال قبل قليل رأينا لذرب أورني قبل قليل رأينا لذرب أورني ما من أورني يعني أنك تجمل إذا نتكلم هنا عن فيكير أورمان طال إذا نتكلم عن وجيرين أو بمعنى آخر نتكلم عن شكلين أورمان طال يعني نجمل إظن بمعنى آخر 중 نتكلم عن أشكالين مجملة بمعنى آخر vem نتكلم عن شيء المزخرف إظن عندما نتكلم عن لمotyفence، فالمقصود بها سوافظ أنه نتكلم عن أشكالين مزخرفة إذا نتكلم عن أشكال المزخرافة إذا نتكلم عن منحوتات بمعنى آخر طبعا تنعرف بأن طابلو تتعني صبورة تتعني جداول طبعا بإكس نتكلم عن جداول لكن هنا عندما معنى آخر لتعني اللوحات إذا نتكلم عن ديموتيف نتكلم عن غرافير نتكلم عن منحوتات أو طابلو روتخاس إذا نتكلم عن روتخاسي طبعا لذيب تخاسي المقصود برسمة لذيب تخاسي يعني أنك ترسم روتخاسي يعني أنك تعيد رسم إذا نتكلم عن لوحات تعيد رسمة تعيد رسم ماذا؟ طابلو روتخاس إذا نتكلم عن لوحات تعيد رسم ماذا؟ الإسطورة بيكتورال دماغوك نتكلم عن لوحات تعد رسمها تاريخ السباغة بالمغرب طبعا نتكلم عن هنا نتكلم عن يعني السباغة كما نقول سباغي إذن هنا كما نتكلم عن تاريخ السباغاتي ولكن المقصود نتكلم عن تاريخ السباغة دماروك بالمغرب للمغرب هنا عدد من 1914 و2014 إذن بين هالتاريخين كما نلاحظ بأن هناك قرن من الزمن بين هالتاريخين من أجل إعادة تكوين المقصود بأنك تكون يعني أنك توعيد تكوين إذن إذن كما قلنا بأن هذا المسرح يتدمن مجموعة أشكال مزخرافة ثم أشكال منحوطة ثم هناك لوحات فنية طبعا ترسم تاريخ المغرب السباغاتي بين 1914 و2014 إذن نتكلم عن عرد سورة لأسكال مغرب إذن نتكلم عن عردين على السباغ المغربية المقصود نتكلم عن عردين حول السباغ المغربية إذن هذا المتحف هو بمتابة عردين للسباغ المغربية دوسي دبي جسكال مجور لديبي هو البداية دوسي دبي جسكال مجور من دو بداية تيها يعني من دو بداية تتسيبارا جسكال مجور إلا حدود أيامنا هديه جسكال مجور إلا حدود أيامنا هديه تجدر إشارة إلى أن هناك متحف آخر بمدينة مراكش يسمى لمزي بور لسيبلزاسون ألو أمراكش إذن نتكلم عن متحف الحبارة والماء بمدينة مراكش إذن في الآخر أتمنى أن يعمل إبداع كل المجالات غير مجال الصباغة والزخرة فوالعمران حتى تكون هناك متحف أخرى بعد مئة سنة ربما تتذكرون بها الأجيال القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله